بشكل كامل ستمهد الطريق بيسر لترتيبات اقتصادية جيدة مع إدارة شفافة للعوائد النفطية واتساقاً مع الشركة الوطنية للنفط وتعزيز هذه العوائد شهد الشهر الماضي إصلاحات اقتصادية تنطلع انتظارها وهي غير مسبوقة في ذلك عدد تنشيط البنك المركزي بليبيا وتوحيد أسعار الصرف وإحراز تقدم في الاستعراض المالي لها البنك وإطلاق أول مراجعة مالية للسلطة الاستثمارية بليبيا على الرغم من هذه الإصلاحات فهناك مرحلتين أو بعض التدبير التي لتبه العالقة الأولى هي تيسير الأزمة المصرفية من خلال إطلاق القروض للبنوك التجارية بغية معالجة التأخر في إصدار الفيكات الخاصة ببعض الأفرع التي تقع في شرق البلاد وقد دعمت بعثة الأنصم البنك الدولي لعقد اجتماعين في يناير ما بين الوزارات للعمل على توحيد مثاق الحسابات لكن هناك بعض القيود التي تقف عائقا أمام التوحيد الكامل للميزانية في غياب سلطة تنفيذية موحدة ونتيجة لذلك وبفضل الوساطة التي قامت بها البعثة يسعدني بلاغكم بأن الأطرف الليبية المعنية توصلك إلى ترتيبات أساسية لمكونات الميزانية وبعض الترتيبات على مستوى فريق العام للوفاء بالاحتياجات اللازمة لوضع لمسات نهائية لميزانية تأمتد على مدار شهرين والإجراءات الخاصة بالتنفيذ وبعد اختتامها سنعمل بفاعلية للتنفيذ الكامل ومع أننا أوقفنا دوي المدافع إلى أن المجتمعات تواجه تبعات الحرب وانتهاء الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع في الترحونة هناك للأسف كشف عن بعض المقابر الجماعية الجديدة في يناير بها على الأقل ثمانية عشر جسة الافتقار إلى المساءلة والعدالة في الترحونة أدت إلى مظاهرات من قبل عائلات الضحايا انطلقت في الثلاثة عشر من كانون الثاني يناير وأدت إلى عنف للأسف مع إطلاق النيران في خمسة بيوت الأسباب الجذرية لهذه التوترات في الترحونة يجب أن تعالج من خلال اعتماد نهج متعددة لأوجه يجتمر على حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني والمصالحة وآليات للعدالة الانتقالية أما بالنسبة للوضع الخاص بانتشار الأسلحة والذخائر بدون رقابة إضافة إلى المتفجرات فهو يمثل تهديد كبير آخر وهنا ودوان أثني على الفرق التي عملت بجد للقضاء على هذا التهديد في أكثر مناطق خطرا واحد وسبعون شخص قتلوا والبعض أيضا أصيب منذ آيار مايو 2020 في مواجهة هذا التهديد إضافة إلى كوفيد-19 اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة جوهرية لتخفيف التهديد من خلال التزناء الطرفين بتنفيذ التدابير الواردة في بروتوكول العمل على القضاء على الألغام والذي سينقذ الحيوات ويساعد على استعادة السلام ومنذ تعليق القتال في يونيو 2020 تواصل العائلات لعودتها إلى طرابولس هناك حوالي 114 شخص عادوا بعد إنهاء الاقتتال وفي ربوع ليبيا شاهدنا انخفاض بنسبة 26% للمشردين بالمقارنة بـ 426 ألف في يونيو وصل العدد إلى 316 ألف اليوم بالنسبة لمن لا يزالون يعانون من النزوح فهم يواجهون الكثير من أوجهن عدم الضيقين والمخاوف والمخاطر في التاسع عشر كان من الثاني يناير تم تفجير مجمع للذخائر في الأكاديمية البحرية بزنجور بطرابولس وهي تجتمل على 600 عائلة هربت من تاورجا في 2011 وسقط أربعة أشخاص قتلى أحدهم توفي في لحظتها والكثير من العائلات تواجهوا الطرد من أماكن سكنهم ووصلوا العمل مع السلطات لضمان توفير منازل لهؤلاء المشردين تعمل الأمم المتحدة وشركائها على الدعوة لدعم المهاجرين واللاجئين المحتجازين في مراكز الاحتجاز ونرحب بإطلاق صراح 121 مهاجر ولاجئ في بداية هذا الشهر من مركز الاحتجاز زانتان في طرابولس وقد قدمت مفوضية اللاجئين وبرنامج التطبيع العالمي وشركائهم الدعم للمحتجزين الذين أطلق صراحهم على الرغم من هذه التطورات الإيجابية وحتى 19 من يناير هناك أكثر من 900 مهاجر أو لاجئ لا يزلون في مراكز الاحتجاز بليبيا ويؤسفنا أن هناك حوالي 43 شخص قضوا غرقا وتم إنقاذ عشرة أشخاص في غرق سفينة في 2021 على حدود سواحل ليبيا في 2020 أكثر من 11 900 مهاجر أو لاجئ سعوا للوصول إلى أوروبا ولكن تم إعادتهم إلى ليبيا وهي بكل المعارضة تمثل ميناء آمنا لعودتهم وتواصل ثار وتدعيات كوفيد-19 بضلاله على حياة الناس الأكثرها شاشة ويواجهون تحديات إضافية بسبب الوفاة التي تزداد شهرا بعد شهر وحتى 23 من كانون الثاني يناير تم التأكيد على صابة 113 688 شخص ووفاة 1763 آخرين أسعار الغذاء والإحتياجات الأساسية في ارتفاع كبير لسيما مقابلة لمستوى ما قبل الجائحة والكثيرون قد فقدوا سبل معيشاتهم في 2020 وصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة وفاصل ثلاثة مليون شخص ومنهم 451 ألف شخص يحتاجون للغذاء والرعية الصحية والحماية والمأوى والتعليم إضافة المياه والأسحاح وغيرها وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية 2021 والتي تصل مدطلباتها المالية 189 مليون دولار سيد الرئيس أنا سأتوجه إلى جناب غدا لجولة جديدة من محادثات ما بين الأطراف الليبية ونتوقع نتائج كبيرة ولكن الجميع يتحمل مسؤولية كبيرة لسيما المرشحون لتبوء المناصب العليا في الحكومة الانتقالية وبالتالي أنا أذكر كل الأطراف والدول وكل من لديهم نفوذ أو اهتمام بليبيا أن مستقبل ليبيا في أيديكم نرجو ألا نخيب أمال الشعب الليبي وهنا أود أن أثني على كل الليبيين الذين يعملوا بشاجاعة وبحسن نية لذرع بذور المصالحة والوفاء بطموحات مواطنهم كما أتوجه بخالص شكر إلى هذا المجلس على دعمه لجهود بصفة الممثل الخاصة للأمين العام بالنيابة خلال الأحد عشر شهرا الفائتة ولكل أعضاء عملية برلين والمانحين الأسخياء الذين صاحبوا الحوار الميسر من قبل الأمم المتحدة من الأطراف الليبية ودعامهم ويجب أن يشير هذا المجلس بدعم واضح للحكومة الموحدة الليبية الجديدة من خلال إصدار قرار يدعو لحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية أما بالنسبة للمبعوث الخاص جان كوبس والمنسق رايزون زينيغا والمنسق الإنسانية جورجات غانيون فهم سيتبوأوا زمام الأمور في بعثة الأمم المتحدة وأتوجه بخالص الشكر للمبعوث الخاص لثقته فيه وعفوا للأمين العام على ثقته فيه وأثني على الممثل الخاص غسان سلامة على قيادته ورشده وقيادتي لأعمال أيضاً والذي أسس بقوة لهذه العملية إضافة إلى المنسق شؤون الإنسانية يعقوب الحلو لخدماته لليبيا والأمم المتحدة وأخيراً وليس آخراً أتوجه بالشكر إلى كل الفريق الأممي الذي عملوا في ليبيا لتفانيه والتزامه وعمله المضني لكي نمكن من إنجاز هذه العملية هناك ثلاث زملاء قضوا ويجب أن نذكر بهم حسين الحضر وكلايد بحك وساملولي تابوتا صولي تابث كل من ارتكب الجريمة التي أودت بحياتهم وأدت إلى إصابة شخصين آخرين يجب أن يمثلوا أمام العدالة وشكراً السيدة ويليامز على إحاطتها وأعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات وأعطي الكلمة إلى ممثل المملكة المتحدة فليتفضل شكراً جزيلاً السيدة الرئيس أسمح لي أن أبدأ بالتوجيه بالشكر من جديد إلى السيدة ستيفاني ووليومز من جديد لا أعرف إذا ما كان تقديم الشكر لك في بداية الحديث هو الذي يمنعك من التقاعد ولكن أشكرك جزيلاً الشكر على تفانيك من أجل خدمة الشعب الليبي وتحقيق السلام ومن خلالك أتوجه بالشكر إلى كل من عمل في الأنسمن أغتنمها سانحة لأرحب بتعين سيد جيان كوبيتش المبعوث الخاص للأمين العام في ليبيا وسيدة ماغنور كمنسقة نحن على ثقة بأن خبراتهم الرائعة ستأتي في الوقت المناسب في هذا الوقت الحرج الذي تعيشه ليبيا بناءً على العمل الرائعي الذي قمت به سيدة ستيفاني نحن نرحب بالتقدم المحرز في ملتقى الحوار السيسي الليبي والاتفاق على ألية اختيار جديدة للسلطة التنفيذية المؤقتة وهو أمر يكتسي أهمية خاصة ونحث الملتقى ونحث كل الليبيين بإستغلال الأمثل لهذه الفرصة للتوصل إلى حكومة جديدة موحدة شاملة للجميع أعتقد أننا جميعاً ندرك بأهمية هذه المرحلة الحرجة ويجب أن نوفر الدعم الكامل لبعثة الأمثل لنضمن أن كل ما نقوم به سيصهم عن حق في الجهود التي قامت بها ستيفاني ويقوم بها سيقوم بها كان من أجل مساعدة الليبيين على العمل معاً للتوصل إلى حكومة جديدة وانتخابات وطنية ناجحة في 24 من ديسمبر من هذا العام ويجب أن نضمن أن المفوضي الوطني العليا للانتخابات ستحصل على الدعم المموافي لتيسير هذه الانتخابات فهذه أولوية للسلطة التنفيذية المؤقتة سيد الرئيس أود هنا أن أؤكد على أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة في مجال وقفة إطلاق النار والقضايا الأمنية الأوسع نتاقاً نحن ندعم البيانات لقلقته اللاجنة في 24 من يناير معيد التأكيد على التزامها بوقفة إطلاق النار والنداء من أجل سحب كل المقاطنين الأجانب والمرتزقة والتي أكدت أيضاً على أنها محبطة من مرور المعدن الهيئة 23 من يناير بدون أي تقدم فيجب أن نتحلل بالوضوح ما من مكان للمقاطنين الأجانب ولا المرتزقة في ليبيا أو من يعملون للمجموعة واغنر الروسية أو ألاف المقاطنين المتأتين من سوريا أو أي جهات فاعلة خارجية تنتهك السيادة الليبية أو تفشل تنفيذ اتفاق وقفة إطلاق النار المؤرخة الثالثة والعشرين من أكتوبر أو يقوم بانتهاك حضرة ترويد الأسلحة الأممية الأممية بمكان أن تتخذ كل الجهات الفاعلة الليبية والدولية التدابير اللازمة لتعجل تنفيذ وقفة إطلاق النار